وتفاصيل أوفى مع حسيبة كروشة لابيك حسيبة صباح الخير أهلاً صباح الخير طارق صباح الخير مشاهدين جديد الوضعية الجوية استمارة تساقط الأمطار طيلة نهار اليوم خاصة على المناطق الغربية للبلاد تكون أمطار معتبرة محلياً بالنسبة للمناطق الوسطى أن تكون متفرقة على فتراته والاستقعي قيميز المناطق الشرقية وأغلب المناطق الجنوبية بالنسبة لساعة المقبلة بحول الآن نتوقع خاصة يوم الخميس الجمعة والسبت إن شاء الله يعود الاستقعار من جديد يميز أغلب ولايات الوطن ونشوفوا التفاصيل والبداية بالتنبيه فيما يخص تساقط أمطار رعدية بداية من الساعة الثلاثة بعد زوال اليوم لتستمر الأمطار إن شاء الله في التساقط إلى غاية منتصف الليل وهذا بكميات تصل أو تتعدى 30 مليا متر محلياً الولايات المانية وكل من ولاية تليمسان سيد بل عباس سيدة تيارة لغوات البيض النعامة وكذلك ولاية تيميمون وبشاة إن شاء الله يارب تكون أمطار خير روحوا نشوفوا التوقعات خلال الساعات القليلة المقبلة بداية من يوم غد الخميس وإلى غاية يوم السبت إن شاء الله نحظ أمطار تبقى دائما تخص يوم غد الخميس المناطق الغربية بالخصوص بكل من ولاية البيض كذلك سيدة مع سيد بل عباس تليمسان حتى على ولاية لغوات وكذلك متابع مع بعض خلال الساعات المقبلة إن شاء الله فيما يخص الأمطار تبقى دائما تخص مدن الداخلية بالخصوص الغربية والوسطى للبلاد أما عن يوم الجمعة والسبت إن شاء الله استقرار وصفة تام بحول الله راح تعرف أغلب ولايات الوطن المناطق الشمالية وحتى على المناطق الجنوبية للبيئات أما عن درجات الحرارة خلال يوم الغد الخميس وإلى غاية يوم السبت نلاحظ درجات حرارة نوعا ما يقول بارد نسبيا خلال الفترة الصباحة وحتى الفترة الليلية يعني راح نسجن إن شاء الله ما بين حوالي 10 درجات إلى غاية 16 درجة بشمال البلاد وبالمناطق الجنوبية راح تراوح ما بين حوالي 18 إلى غاية 25 درجة أما عن الظاهران اللحظ أجواء نوعا ما راح تكون حارة خلال يوم غد الخميس الجمعة والسبت على أغلب ولايات الوطن المناطق الشمالية وحتى على المناطق الجنوبية خاصة يومي الجمعة والسبت المقبل إن شاء الله كما نلاحظ يوم غد الخميس يعني درجة حرارة بشمال البلاد تراوح ما بين حوالي 25 إلى غاية 29 درجة لكن بالنسبة ليوم الجمعة وكذلك يوم السبت المقبل أجواء تكون حارة وتكون درجة حارة نوعا ما قياسية تفق بكثير المعدل الفصلي تقدر تلامس عتبة 38 درجة وهذا خاصة على غرب ووسط البلاد أما بالنسبة للمناطق الجنوبية نبقى دايما نسجل إن شاء الله ما بين حوالي 35 درجة إلى غاية 40 درجة كأعلى مقياس على مدينة إنسا لحرقان وأدرى البحر بحول الله بداية من يوم غادة الخميس وإلى غاية يوم السبت المقبل بقدمة البحر هادي إلى قليل اضطراب وهذا على طول الشريط السحلي مع الياح راح تراوح سرعة ما بين حوالي 20 إلى غاية 40 كم في الساعة اتجاه الموجة تكون شمالية شرقية تماما على السواحل الغربية من شمالية إلى شمالية شرقية على السواحل الوسطى وتكون شمالية تماما إن شاء الله على السواحل الشرقية تبقى الأمطار إن شاء الله حاضرة مشاهدين على المناطق الغربية بالخصوص طيلة نهار اليوم لكن استقرار يعود من جديد بداية من ظاهرة يوم غادة الخميس إلى غاية يوم السبريب قادمة تقصم مستقر لكن الشيء اللي نشاره به هو الأجواء تكون حارة من جديد تكون هناك درجة حرقية سيا تصل أو تتعدى عتبة 38 درجة مئوية خاصة يومي الجمعة والسبت المقبل على غرب ووسط البلاد بهذا مشاهدين على السليطة ورقة حول التقص نعود الآن إلى طارق لاستكمال بقية الأخبار شكرا جزيلا لك حاسب على كل هذه التفاصيل التي قدمتها لنا فيما يخص مستجددة الوضعية الجوية المرتقبة نواصل وإياكم